عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن تيسير الإجراءات ودخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها خاصة منطقة شرق بورسعيد في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة ترجمة نانسي قبل